وما أنه لا يوجد حتى الآن تطعيم ضد فيروس كورونا إلا أنه ينبغي تلقي بعض التطعيمات الاحترازية على سبيل الوقاية هذه التطعيمات قد تحمي من أمراض الرئى مثل التطعيمات ضد الإنفلونزا العادية والسعالة الديكي وغيرها وتمثل هذه التطعيمات أهمية كبرى لبعض الفئات مثل الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذلك بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم للمزيد تنضم إلينا من الرياضة الدكتورة ألفت العامري استشاري المناعة ومديرة برنامج التحصين الوطني في المركز الوطني للوقاية من الأمراض في الرياض دكتورة ألفت حياة شلا يعني خليني مبارك عليك شهر وخليني أرجع إلى البدايات بدايات كورونا يعني كانوا يقولون أنه البراسيتامول خط أحمر لا تأخذونه لأنه يفاقم وضع مريض كورونا اليوم هناك يعني هذه الدعوة إلى التطعيمات الواحد يحصن نفسه فيها في مواجهة كورونا ما هي هذه التطعيمات وإلى أي مدى بالفعل يعني أثبتت عدم خطرها على الإنسان فيما لو تحور الفيروس طيب السلام عليكم السلام عليكم جميعا وأسعد الله صباحكم بكل خير طبعا إلى الآن للأسف ما في أي لقاح ممكن يحمي ضد كورونا يعني اللقاحات هي جدا مهمة ومن أهم إنجازات الصحية على مستوى العالم للوقاية من الأمراض ومكافحة العدوى وتعد طبعا اللقاحات هي أنا أعتبرها من أهم الخدمات الصحية الأساسية التي يجب منحها الأولوية وأعطيكم مثال على ذلك يعني مثلا عندنا الجدري ليس الجدري المائي ولا هو العنقز لا الجدري فكان هذا المرض يقضي في القرن العشرين على تلتمية مليون نسمة قضى على تلتمية مليون شخص في القرن العشرين لكن بعد طبعا تطور اللقاحات وتوفر اللقاحة ضد هذا المرض طبعا تم القضاء على هذا المرض تماما إلى يومنا هذا وكانت آخر حالة تقريبا في أكتوبر عام 1977 إذا ما كنت غلطانة فهذا من أهم إنجازات طبعا اللقاحات وأيضا عندك مثال آخر شلل الأطفال شلل الأطفال يعني كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول في الشرق الأوسط في إدخال لقاح شلل الأطفال تقريبا كان عام 1388 وأعلنت المنظمة الصحة العالمية في عام 1995 خلوة المملكة العربية السعودية من شلل الأطفال إلى يوم هذا فإنجازات التطعيمات جدا عظيمة يعني وهي من أهم طرق الوقاية من الأمراض يعني بخلاف الأدوية الأدوية يعني تكون علاجية لكن اللقاحات هي وقائية والوقاية زي ما نقول إحنا خير من العلاج طب يعني دكتورة التطعيمات التي يعني نستقدمها أو نأخذها في فترة الطفولة هل هي تدعم مرضى والمصابين بكورونا أم لا فائدة منها تحارب في جهة مختلفة؟ هي تحارب في جهة مختلفة يعني كورونا فيروس جديد يحتاج لقاح خاص به ليستطيع الجسم تكوين مناعة ضد هذا الفيروس خليني أنا أيضا أسأل عن عادة ما الشخص يأخذ التطعيم أو اللقاح ضد الفلونزا الموسمية هل هذا يساعد أم أنه كأن لم يكن ليس له حاجة؟ هو له حاجة ولكن ليس للكوفيد هو له حاجة للحماية من الإنفلونزا ومضاعفات الإنفلونزا وليس لكوفيد طيب هذا الفيروس معروف من عائلة واحدة هل من الممكن أن الإنسان يأخذ لتطعيم أو على الأقل هذه التطعيمات تساعد في الحماية من مثلا بعض الأمراض كورونا اللي اشتاحت بالسابق أو أصابت الناس؟ كوفيد من عائلة كورونا وليس من عائلة الإنفلونزا الإنفلونزا من عائلة أخرى لكن أيضا من عائلة كورونا في السابق أصابت بعض الدول وعالجوها هل من الممكن أن نستخدام نفس الدواء؟ نفس التطعيم؟ هو للآن ما في تطعيم يعني لكورونا يعني لكوفيد أو لكورونا مثلا سارس أو لسارس لسارس يعني طرق العلاج هي ليست من يعني اختصاصي ولكن أنا متصصة في علما مناعة وفي اللقاحات فلكن أنا أقدر أقول لك أنه اللقاحات لا تمنع يعني الموجودة حاليا لا تعطي الحماية لكوفيد طيب دكتور دور التطعيمات في مكافحة الأمراض بشكل عام وتعزيز الصحة العامة إلى أي مدى تفيد كل الأشخاص الذين أخذوا هذه التطعيمات أو اللقاحات؟ طبعا اللقاحات زي ما أنا ذكرت قضت على بعض الأمراض وطبعا تحمي من كثير من الأمراض إلى 13-14 تقريبا مرض وتحمي الأطفال في الفترة العمرية التي هي أقل من 5 سنوات منذ الولادة إلى عمر سنتين لأنهم هذه الفترة الأطفال أكثر عرضة للأمراض المستهدفة بالتحصين فيجب استكمال التطعيمات لهم في خلال هذه الفترة عشان نعطيهم الحماية الكافية لعدم تعرضهم للعدوى لأمراض المستهدفة بالتحصين وتعريضهم للمضاعفات والخطر وبعض الأحيان إلى الوفاة لا سمح الله لا تخفف من أعراض كورونا حتى؟ لا خليني أيضا أسأل عن التطعيمات العادة أنه دائما أي تطعيم جديد يكون في أي مجتمع فيه هناك ردة فعل متخوفة من أن هذا التطعيم قد يؤثر على أشياء له أعراض انسحابية مستقبلا كيف من الممكن أن نقنع الناس بأن التطعيم الثلاثي للأطفال الصغار هذا مفيد على المدى البعيد إلى آخره من هذه التطعيمات طبعا التطعيمات لها أعراض جانبية ولكن نادرة مثل الأدوية بالضبط الأدوية لها أعراض جانبية وممكن اللقاحات كمان أعراضها الجانبية يعني مرق عليه لمقارنة بالأمر بعض الأدوية اللقاحات يعني اللقاحات بيتم عليها دراسة طويلة جدا يعني تصل مدة الدراسة من 10 سنوات إلى 15 سنة حتى يتم إنتاج اللقاح وتجربته على البشر أو أنه خلاص يعني يصير موج متوفر في المستشفيات فهذا فأنا أقول أنه اللقاح جدا جدا آمن وبيتم عليه دراسات كبيرة اختبارات عشان يختبروا اللي هو السيفتي تبع الفاكسين فلا يوجد أي تخوف جدا من اللقاح وبالنسبة للقاح الثلاثي الحصبة يعني مثلا أعطيك مثال في أمريكا يعني كان عام 2000 أمريكا أعلنت القضاء على الحصبة لكن للأسف بسبب الحملة المناهضة للتطعيم فأنه رجع في عام 2005 رجع ظهرت حالات تاني مرة حصبة في أمريكا والحصبة يعني كانت تقضي يعني كانت تقضي على 2 مليون ونص نسمة يعني 2 مليون ونص طفل سابقا إلى عام 2000 إلى أصدقى 2015 خلف 15 كان يعني تقلصت عدد الوفيات إلى 79% تقريبا دكتور دعينا نذهب إلى بعض الأسئلة والاستفسارات من المشاهدين على تويتر أول سؤال هو هل التطعيم ضد الإنفلونزا الذي يعطى في الكتف يقي الإنسان فعلا من فيروس كورونا طبعا هو لا يقي زي ما ذكرنا سابقا لا يقي من فيروس كورونا لكن إن شاء الله الأمل بالله إن شاء الله الأمل بالله كبير ونتوكل على الله وإن شاء الله يعني العلماء الآن يعني في نظمة الصحة العالمية وفي المنظمات الأخرى بيحاولوا جاهدا لتوفر اللقاح إن شاء الله بإذن الله عن قريب بإذن الله هل من أطعمة يمكن تناولها لتقوية المناعة هل ماشي يقول المناعة؟ طبعا هو هذا سؤال عام أنا وليست أخصاية تغذية ولكن هناك طبعا في كثير أغذية تساعد على تقوية المناعة طبعا الفواكه الخضروات هذه كل الأكل الصحي طبعا يزيد من خليني أستغلها 30 تانية دكتورة وأسألك بأنه اليوم إمكانية إيجاد لقاح لكورونا هل في هذه السنة أعمل الموضوع طويل؟ والله يعني ما أقدر أعطيك يعني لأنه هذه التجارب ما تقدر أنك أنت تحدد أن تقول إن شاء الله يعني خلال سنة أو خلال سنتين يعني صعب جدا تحديدها لكن أنا بس حب يعني قبل ما نختم أنه يعني حب أطمن يعني يعني أوجه رسالة لكل الأمهات أنه يجب يجب استكمال التطعيمات في هذه الفترة وبالذات خلال الجائحة ليش؟ لأنه إحنا لا نريد زيادة تعب النظام الصحي أو ظهور فاشيات أخرى لا سمح الله في هذه الأزمة يعني زي ما يقول الله فينا مكفينا إن شاء الله مع كل العافية وحرص الناس على تطعيم أولادهم بالتأكيد دكتورة أولفة العامري استشاري للمناعة ومدير برنامج التحصين الوطني في المركز الوطني للوقاية من الأمراض في الرياض شكرا جزيلا لك